اشتركوا في القناة مش وعي لكن حس على الاقل بالاهمية والحيويات على المسألة هدي علاش بدلت الكلمة ليس هناك وعي اي مفهمش هو انعدام كلي لثقافة حماية المعطيات الشخصية في تونس من طرف المتدخلين الكل من طرف المواطنين سعقبل كل شيء علاش على هرم مسلوء بيراميدو مسلول اولويات تونسي حماية المعطيات الشخصية اللي رغم هي يمكن تمس حياته اليومية في كل شيء لكن بطريقة غير مباشرة هو ما عندوش الوعي اللي تحكي عليه انتي انا مانيش سياسي انا مش ناخذ المامزار جمع ونتحدث على نفس الاشياء ونفس المشاكل انتي ماشي حزبي مش ماشي سياسي اي مانيش حزبي بيانسور الاشكالية الاولى عند التونس اليوم وانا تواجه لتي سوفيان يظهر لي معنا حتى شك فيها المشاكل اليوم هي مشاكل اقتصادية مشاكل تشغيل نحن قاعدين نقوله اليوم عن اتوى اربع ولا خمسة شهر راهو كان تحبوا توفروا مواطن شغل للتوانسة فما حل والحل اسهل حل هو الردو تونس وجهة بورلز انفسيسمان اي ترانجي كيفاش كيفاش لازمنا نحترموا القواعد واللي موجودة في القوانين الدولية وفي المعايير الدولية دونك تونس لازم تولي فضاء متعثيق كيفاش هدا عملنا الاجراء الاولاني انه طلبنا الانضمام للاتفاقية الاتفاقية مية وثمانية متع مجلس اوروبا فيما يخص الحماية المعطاية الشخصية جاتنا انفيتاشون اوفيسيال من عند مجلس الاوروبا نهار 2 ديسمبر لليوم ما رجعناش عليهم ما رجعناش عليهم علي وعلي انه مفهم حتى وعي باهمية المسألة من طرف اولا الحكوم وثانيا النواب وثالثا الصحافة والميديا بصفة عامة كيف تدور شوخي قديس على المستوى على الاقل تفاعل مع الهيكل الحكومي باش يواعي بالمسألة هذي الوزير الوحيد الواعي بالمسألة هذيه هو سين عمار الفهري هاي متفقين وحكينا وحكينا وسين عمار الفهري هاكم سمعتوه البارح شكالك قالك انا ما نوعدش بخمسين الف موطن شغل نوعد بمئة الف موطن شغل لكن مش موطن شغل امكانية تشغيل امكانية تشغيل بانسور لكن فما شرط حتى كان ما قالوا سين عمار خلينينا ناخذ الواحد ما تنجم انتي تعمل هالامكانيات وفرص التشغيل هذوما الا ما تولي تونس كلاسي في المعايير الدولية الكل بانها فضاء ثقة انا خطر هو يتحدث على ايش يتحدث على التراتمان دي لوكاليزي دي دوني برسوني شوقي شنية المعادلة هل هناك معادلة بين حماية المطاية الشخصية باعتبار عدم حمايتها هو تعدي على الحقوق الفردية وبين الشفافية الضرورية اللي تسمح بالحاكمة الرشيدة وبمقاومة الفساد واحنا نعرفه اللي بلادنا ينخرها الفساد بل تدهورت وضعية الفساد فيها بعد الانتخابات التشريعية ورئاسية الأخيرة حسب المعطيات والأرقام نحنا هذا شيء طلبوا به من أوائل الدسعينات في مسألة الشفافية الشفافية ستوتين فيلوزوفية زادة كيف كيف هي بيدها ثقافة يجب لازم تكون عند المواطن وعند المسيري في إطارة الشفافية هذه الشقولة كل ما هو أمور متع تسيير الدولة وحاكمة بصفة عامة لازمها تكون واضحة للعيين ونعرفه كل شيء الحد من الحدود متاحها هي أني منمسش من معطية الشخصية متاع الأفراد لأنهم حياتهم الخاصة دونك سيلا ميم سيلا ميملوجيك هي نفس الإشكالية لكن عندها نحنا تحب تشوف أنت شفافية متاعنا الوعي متاع السياسيين ومتاع المواطنين ومتاع الأشخاص الكل في تونس حاولها شوف المصارى متاع قانون متاع حاول النفاذ المعلومة لا نفاذ المعلومة يا حبيبي هذي مشروع متاع قانون تمخذ توا عنده قداش من شهر وعاود رجع للحكومة وعاود رجع للحكومة لا هذاك المرسوم نحكي مش علي هذاك محمد عبو خروجه من الحكومة على المسألة هذه ونجب يصححني كان يحب لأنه حاول يطبق المرسوم وما لقاش يستجيب له لهذا هو المرسوم كان فيه جزء من الضبابي لأنه كان لا 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 يدعو الحاجات لكن ما ينصش على عقوبات لا لا معنا يقول لك أنا أنا نحكم على شوخي جديس أنه يعطيني المعطيات لكن كان ما يعطينيش ما يقول شهذا العمل لكن محمد عبو من داخل الإدارة أحب يرسي وأصدر من طرف رئيس الحكومة منشور كامل في 25 ورقة باش يقول للإدارات كيفاش يطبقوا هالمرسوم هذي لكن شي ما تطبق ومن بعد قلنا لا هذا يا دي باسي عملنا مشروع متع قانون صفقنا له الناس الكل وولاة فما هيئة وصرت مناقشة متاعو في المجلس النيابي وأنا مكنت من الناس وقتها في المجتمع المدني وتحدثت قدام اللجنة هذه على المشاكل اللي موجودة في النص هذا ومن بعد جلبتوا الحكومة وصلحت فيه وعاو درجعتوا طوى عندها شهرين للمجلس فينو هالمشروع هذي؟ زادك كيف النواب فما أولويات في المصار العداء معتها لكي فهمت خفايدو لوبينغافير زادا شوخي قديس كي نقولوا النواب 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 شوفنا مش المشروع الوحيد اللي تعطينا في رفوف المجلس هذو ما من الأولويات جسو ديزولي لكن انتي وقت اللي تحب تحط فضاء في تونس وتونس تولي كلاسي في الحكاية هذو ما لكلهم اللي بشتسجل بهم انتي المستثمرين الأجانب وبشتولي عندك وضعية متح حماية الحقوق هذو ما من الركائز الأولى ونرجع لسؤول سوفيان نرجع للمسائل الأخرى لانا ك كيفش ما نتخبئوش وراء حماية المعطيات الشخصية يمكن يكون كاليبي للفساد لان وقت يبدأ عند القانون متع شفافية ومتع نفاذ إلى المعلومة يخشكون اللي عنده المعلومات الهمة لكل اللي تهم كل ما يصير على ترب الجمهورية الدولة الإدارة ولا وقت اللي أنتي يجيك القانون هذية ويلزم الإدارة برهو أغذر أقرأوه القانون الإدارة ملزمة بوضحها للعموم بعض المعلومات اللي معروفة والمحدة في وسط النص يا فما كلمة أنا نتفكرها قلت هل سيعاب الفتاح على يا رحمه سيعاب الفتاح أمر وقت اللي يخدم على مسائل الرشوة والفساد والكل قلت له يا سيعاب الفتاح رهو الإشكالية الكبيرة في البلاد هذية أنك من تنجمش تلقى حتى حل ونعودوا لكلام هذية ونكلم فيه شوقي تبيب رهو سيلا ترانسبرانس يابادو تسوليشيون براكل لا ترانسبرانس كتعمل أنتي لا ترانسبرانس ساكمنس تبدأ ديجا من الإجراءات متاع مواطن بشي يطلب ما حاجم من الإدارة تحكي على ترانسبرانس سمح ناخذ مثال مثلا توا الحكومة عملت موقع يمكن للتنديد لتنديد بوضعيات الفساد وغير لكن اليوم نعرفوش المسار ما كانش عمل بداغوجي وراه يمكن تعصن سنسبيلزازيون بش عارفوا نحن به أنا كي نمشي نقدم شكوى غادي كنبلغ شو بشي سير شكوانتاعي شنو كوخسوس البروسيسوس نتاح الكل في مش تمشي شكوانتاعي الفانة بيرو تخلط كموية الفايت خطخة في أي دي شنو الأجال في أي أجال وشي العقوبة وهل بشي تمس تعاين بعد للشهادة انتاع كيفسي العمل نمعنا اليوم سمعني فما الضبابية كبير نبنيو راهو الثقافة الثقافة بتجمش تحل مخ عبد وتحطلو الثقافة مش حربوش مش كعب اسبيرين راهو الثقافة هي وعي يولي ومبعد يولي رفنديكاشون ومبعد يولي فما متابعة والثقافة هي مسؤولية هذا الكل راهو نبنيو بشوية يابا ينبقيت مجيك سمحنا ايوه استعملت كلمة باليوم ان فوق المدعين يأثروا فينا سياسية بيانسور عبوالتك لسياسة تأثر فينا بيانسور انا بش نمشي معك تري تيراتير فضل الى فترة قريبة كانت معناها تحفظاتنا نقولوا شنية الانتهاكات متاع الحقوق الفردية والمتعلقة بالمعطيات الشخصية كانت تنحصر تقريبا في انو كيجيونا جوابات من البوستة ساعة ساعة على الاقل في وضعي دينا وجمع علينا نعرف نلقاهم محلولين فهمت السوديزان تقطعوا في اثنين اما نلقاهم محلولين تليفونات سوري كوت فهمت لكن براتيكما هو هذن لحاجات المعروفة اليوم شنية ابرز مظاهر الانتهاكات للمعطيات الشخصية اللي انتي كرئيس تشوفها في البلاد اش رقلوك يا سوفيا كل شاي من لا شين دو سوبر مارش لتبيع المعطيات الشخصية انا كنت انسان قبل مي 2015 نحط راسي على المخد نرقط ما غير حتى اشكالي اليوم وليت نتكربس في الفرش بالساعة وبالساعتين لأنه اللي شفته واللي عرفته راه شي من وراء العقل شنوبة استباحة استباحة كلية لمعطيات الشخصية للتوينز كيفاش فانا مجالات ناخذ في المعطيات التجاري كل 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 راهو ما فما حتى فما فرق من الأمني التجاري الأمني مسألة أخرى مسألة أخرى وتحدثت هنا معاك على المسائل وعلى اللقاء متاعي مع سيد وزير الداخلية السابق وقتلك راهو فما تفهم وحبين أن نمشيوا أكثر ونحاولوا نحميو لكن جاتني إجابات من الإدارة من الشرور للوزارة كنا الإدارة تصب عليك ستنى الماء اليوم تقولي شو ما الخروقات كل متدخل في المجتمع التونسي اليوم يجمع في المعطيات الشخصية ما غير إعلام الأفراد يعني ما غير إلم في المعطيات تمشي تاخذ الكل لا خلينا نبدأ ونوضح الكل يأخذ المعطيات الكل ويعطي يفيد الزوفر خرق للقانون مثل المعطيات الشخصية مثلا تحويل المعطيات إلى الخارج وتخزينها إلى الخارج والناس مفي بلهيش من نحط على مجمودي لحظة كنصح من الأخر نكوشي على حاجة مكتوبة بالصغير ما هيش مكتوبة ما هيش مكتوبة خطر هو يقول لك فوزا في كتصح باش تاخذ بوس وفقت على الشروط العامة اللي هما موش موجودين في الكنتراتو اللي هما موجودين على السيتم تاع الوبراتور واللي هما تنجم تطلبهم لكن ما عندهمش منهم نسخة واللي هما لازم توافق خطر هذا عدم الوعي والثقافة اللي غير موجودة أما تحيل هو هو تحيل مش تحيل لأنه قانوني قانوني هو مراوغة للقانون كانت حب كانت حب يخينا وقت لنمشي نعمر دمانة متعكار دفيدلتی في جراند سورفاس مغير منوذكر لسامي في الاخر بالكل يقول لك جاكسبت لكونتش جنرال دي توليساشن وهما موجودين عن عدل ملف الفولاني وهما موجودين على السيت شكول يمشي يقرأ من انتعرف أنك عطيت او autorisation أبلان للانساني بشتعمل معطايا تشخصية التي تحب تحولهم تبيعهم تربعهم لسيق تلفوني لسيق لسيق مرسي الكليني كيف يفش مرأة جتنا شكية من عاند مواطنة مشيت لكليني بشتعم الرديو قولها لما تعمل رديو لما تعطي لما تعطي للمبران ديجي تحول 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 وزارة الداخلية بشتعم بطاق تعريف المواطنة قال لي انا شريت البرغرام انفورماتيك بل جسش دي دوسي دي 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 ماشي عم مركازة معنا قال لي كيف مالا ماشي انا واحد رفهم 35 كلينيك في الجمهورية التونسية عندهم البرنامج هذه البرمجية هذه معناها عدم وعي الغدي مالي وقت تابع تابع البرمجية ولا يباع البرمجية لا يباع البرمجية لا يباع البرمجية لازم تصرح وتاخذ الترخيص ونحن الهيئة نراقبه لكن هذا الكل غير موجود والمواطنين تعطي في المواطنين تمتاحها مغير معتها ارسبونسابلتين مغير بالهم بي بي كاميرا دو سورفيانس انا انا هذي المسألة اللي منحبش نتحدث عليها لانو منعرش عليش الناس وقت يعرف هيئة حماية المعطاية الشخصية هي الهيئة متع لكاميرا سورفيانس راو ست ترك سوغندير راو سي لترك لموان غراب خطر نعرف ه مونا هي لا كيف كيف سي لجنجل ما الناس تحدثت كل مرة مع واحد يمثل القطاع متع الانستلاشن دي كاميرا سورفيانس قالت نحن خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا عشرة شركات عمل دي لتح برا نشوف العشرات اللي تجيب في برودي مغير sans اوطوريزاشن اللي تنستالي مغير حتى نورم اللي متعم في حد شي دون سي لجنجل اليوم وقتين نحكيو على مشروع انه الغاء المهنة مكشوف اللي مهم مهم من دي سي شاي بنال اليوم كي نحكيو على مشروع شوخي قديس الغاء المهنة في بتاق تعريف الوطنية هل هذي خطوة ايجابية ماذا خطوة ايجابية مفيش حتى شك موطة شخصي ما في حتى فايدة في ال تسمح بماذا بالتعرف على الشخص مغير حتى شك مهنة ما هي شي ان دي زي ما خط لزم نحن خط يجيك بوليس يقولك مثلا انتي تبدأ من سكرة وتبدأ موجود فزا شتعمل هذي تعرفوه في التعامل اليومي معنا هذك التعامل يجي بعد هو لي هو ما عندوش اساس من الصحة لكن ما نقطحوش في بطاق تعريف لانا بطاق تعريف هي لا تحسويل الشي بتاق تعريف تقول المثالية ما هي بتاق تعريف 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 تاريخ الولادة ومكان السكنة تخلي علاش مكان السكنة بالله سي شفيق سرسال كيف تحب يقايد الناس في الالتخابات كان متعرش انت في نسكن باي والجروب صنغان في بطاق تعريف باش وقت يعمل اكسيدان ما نقطحوش نحلوله في الدم وانو يكون دونر درجان ولا هذي 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 انتو كمسائل ما هيش الزمية ما هيش الزمية تجب تعمل المصغل في بطاق تعريف متاعك وما تحطش للجروب صنغان لا لي انت دونر ولا هذك مش الزمية لكن العنوان العنوان زايدة الوظيفة زايدة ما عنده حتى سانس وحتى في الاسم وكل شي يقولوا لي علش نحطوا اسم الام لانو نعرف لازمون معنا في تونس الحاجة اللي يتفرق صوز من ناس عندهم فرد هني برشا ناس طو أنا نعرف ثلاثة شوق قداس في الجمهورية التونسية الاسم الوالدة هو تحيال الكريم من عمره اللي مسكين افهم ها كلاثين اللي كان زمين ناو نبدأ بين الكوارج وبين المهندس أنا غازي الغرائري برشا زمونين برشا برشا كاتو قعد سبا نحب على شوق من نبدأ الحظيرة شان من نبدأ بالتواعية وهذه بالخمسين في المئة متاحة التواعية هذه مسؤوليتكم من قعد أنا مبيناتكم اليوم ونجي في الوقت اللي تحبوا عليه وفي اللي زر لازمنا نحسوا ونقولوا لتوانسا راه وتو نعم ربريكي ما دكتور حاكيم دكتور شوقي قدس لكن نصم شوقي لكن برلماما نصم احنا دولة متخلفة على مستوى حماية المطاعة الشخصية سي سوفيان ما عندك كانت تمشي تشوف كيفاش نو كلاس لونيون أوروبيين والهيئات الأخرى اللي أنا زملائي متاعي 130 فما فضل في العالم الدول هذو ما نو كلاس كم اتان نان بروتكتور دوني برسولي شوك شوقي جديس إذا شاء الله بالتوفيق لك مرة أخرى رئيس الوطني لحمية المطاعة شخصية فضل ونقول لتوانس يا أولادي كنت فيقوا بها الحكاية هذو مالكل وقاعدين يستبيحوا في معطياتكم إشكي وريال هيئة تقبل الشكاوى متاع المواطنين وحاجة أخرى فما قانون 2004 على أساس قانون 2004 شكرا لك شوقي جديس مرة أخرى بعد لحظات منها لأي عدكم بوعد مع نشرة الان بي ثم